سحبت صباحة اليوم الجمعة أسفرت عن مباراية قوية ومباراية متفاوتة المستوى أربع مباراية كبيرة الإنتر يستقبل بنفيكا ريال مادريد يواجه تشلسي مرة أخرى للمرة الثالثة على التوالي في دور أبطال أوروبا وفي دور الربع النهائي القيمة الكبرى البايان في مواجهة السيتي بيب غورديولا في مواجهة فريقه السابق وكذلك الدرب الإيطالي بين نابولي وكذلك الميلان أربع مباراية كبيرة مرتقبة يومي الحادي عشر والتاني عشر وكذا يومي بينما ستكون مباراية العودة يومي الثامن عشر والتسع عشر من شهر أفريل القادم بحول الله إذن نبدأ معك أمين أكساس مباراية قوية تنتظر عشاق خورة القدم هذا هو برنامج المباراية الدهب يوم الثلاثة أحداش أفريل يلعب البنفيكا يستقبل الإنتر مون سيتي يستقبل الباير ثم يوم الأربعاء الثاني عشر من أفريل ريال مادريد يستقبل تشلسي وميلان يستقبل نابولي على أن تكون مباراية العودة أسبوع واحد فقط بعدها أين سيستقبل الإنتر تشلسي ريال مادريد يوم الثلاثة أثامن عشر أفريل ونابولي يستقبل الميلان يوم الثلاثة أثامن عشر من أفريل أيضا بينما يستقبل الإنتر بنفيكا في مباراة العودة يوم التاسع عشر والبايير يستقبل مونشيستر سيتي في مباراة العودة يوم التاسع عشر أيضا في صهارات رمضانية بحول الله مباراة كبيرة من أكساس ما تعليقك على القرى نعم نبدأ بالمقابلة بين قيمة نارية بين سيتي وبايير مونيخ ونظر ثاني كان مباراة أول مواجهة تاريخية بين نابولي وميلوانسي في دور أبطال أوروبا نظر بالمقابلة كبيرة نشوف فيها نفس كبير نشوف فيها قوة نشوف فيها طاكتيك نظر بالمقابلة بايير مونيخ وسيتي ستكون نارية ستكون تاكتيكية ستكون نشوف فيها اندفع بداني قوي سنشوف زوج فرق من أكبر الفرق الأوروبية نظر حيكونوا مقابلات صعبة ثاني نشوفوا ريال مادريد مع تشالسي اللي كان العام الماضي اللي كان إقصاه في الربع النهائي مع تشالسي نظر ريال مادريد لأنه نقول باللي مقابلة مشي سهلة فاريخ تشالسي تاني عاود تسترجع الأنفاس دياله في المقابلات الأخيرة اللي عنده تقاليد في تشامبيونز ليك نظر باللي تعشق فريق ريال مادريد هذا الكأس هادية ثاني كان مقابلة باللي انتر ميلون وبنفيكا بنفيكا اللي يقدم مقابلات كبيرة اللي عنده فريق شاب اللي يعتمد على الاستحوات في الكورة نظر باللي تاني حي نشوفوا قع مقابلات كما تعودنا مقابلة تشامبيونز ليك فيها فيها التشوق كبير فيها مقابلة كبيرة فيها اندفع بداني ان شاء الله نشوفوا مقابلة كبيرة وهذا شيء أنا نظن باللي مشيح تكون قولوا زيما شغل مشيح تكون فيها دي سوربريز ولا أو نظن باللي الفرق الكبرى بين اللي تتأهل مي كرة قدم توجل فيها مفاجئة قاسي ساعد ريال مادريد تشلسي ثلاث سنوات متتالية ونزيد نعطيك إحصائية ريال مادريد في آخر 13 نسخة من دورة أبطال أوروبا 11 مرة في الدور ربع النهائي 11 مرة في الدور النسف النهائي ألقاب تقريبا خمس ألقاب في آخر 13 نسخة ريال تشلسي كيف شك تشوف المواجهة صحيح هنا ستكون بداية شهر أفريل يعني بعد العودة من توقف الدولي الإجباري بعدها سيدخل الفريقان مباشرة في السيدام ريال مادريد صاحب المركز الثاني في البطولة الإسبانية أمام تشلسي اللي يبقى يعاني محليا لكنه أوروبيا وصل هذا الآن لدوره بالنهائي يعاني في الشهر القليلة للبضات شفنا تغيير مدرب وما جابش النتائج الإيجابية ولكن السباعة الأخيرة تشلسي رجعت للواجهة إذا تفوز في البطولة الإنجليزية تأهلت للدور ربع نيعي تعابطة الأبطال ريال مادريد نفس الشي هو أيضا يعاني في الدوري الإسباني لما تشوفوا يلعب أمام يعني فرق صغيرة ريال مادريد ما يقدرش يتعامل مع هالفرق هذه اليوم ريال مادريد نحب لنكرهم يدوك هنا رواية غرامية ما بين رابطة الأبطال والريال مادريد ريال مادريد هذا الموسم هذا تقريبا نقول لك 80% الدوري الإسباني مشاع له الكاس تعالي ماليك مشات خلاص بقاتلوا إلا رابطة الأبطال راح يعمل يعني يحط قاعد تقل يليلو باش يتأهل لدور نفس النهائي ويمشي الأبعد شفنا الموسم اللي فات يعني كيفاش بعد ما فاز في الدهاب ثلاثة مقابل سفر ثلاثة مقابل واحد على تشلسي شفنا كيفاش عانى في مقابلات العودة وتأهل بصعوبة لو أنه الأمر مختلف هذه المرة ريال مادريد يستقبل أولا في البرنابي وبعدها يروح للملعب راح تكون بكل صراحة راح تكون مقابلة صعبة لريال مادريد لأنه أيضا تشلسي ما عنده ما يخسر عنده إلى رابطة الأبطال هذه الموسمة دائية نعم حسين مترف في الجانب المقابل غراهام بوتير الذي يواجه انتقادات لا دعا في تشلسي بسبب سوء النتائج حقيقة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز تشلسي لما نشوفه على الورق أسماء كبيرة تشلسي حتى في هذا المركاتو صرف 460 مليون أورو فقط في المركاتو الشتوي استقدم أسماء مثل أنزو فرنونداز لاختير أفضل لعب شاب في المونديال استقدم مودريك من شخطر عند أوباميونغ في بداية الموسم من برشلون عنده أسماء تشلسي فوفانا تياقو سيلفا في الدفاع عنده أسماء كبيرة وكولي بالي لكن ميدو استادف عشرة لعيبين نعم 460 مليون أورو صرفها تشلسي في المركاتو الشتوي لكن رغم هذا الأمور لا يريد أن تذهب في تشلسي هل ربما مباراة ريال مادريد نقدرون أن نقول بارا ملمع يار بالنسبة لنادي تشلسي باشيق يسقوتوا أمام فارق في دورة أبطال أوروبا مثل ما قلت ذات مرة لما كنت في هذا الجانب بكى محلل حتى ربما بحداش لعب ميتي يقدر يدي دورة أبطال أوروبا لأنه تعود عليها وأصبحت عنده هيبة ويفرض شخصيته على الفرق المنافسة ميدو وريال مادريد خبرة لعبين تاعه هي اللي تخليه دائما ما يروح نحول أمام نشوفه حتى خبرة المدرب المدرب أنتشولوتي اللي يعرف جيدا هذا الكأس ونشوفه فارق تشلسي مادم تكلمت على فارق تشلسي نتاميدو فارق تشلسي نقص الإنسجام محمدو من قدر نقوله بلي لما يكون عندك فارق لازم ديزوطوماتيزم لازم يكون إنسجام كبير بين اللاعبين كما تكلم آمين قال لك انتدبو عشرة لاعبين في المركات الشتوية ما يقدرونش يكون عندهم ديزوطوماتيزم ما يقدرونش يكون عندهم آداء راقي لازم لهم الوقت لكي يثبتوا لعني الجادرة تحتهم فق أرضية الميدان ونشوف تأهل فارق تشلسي لرحيل عبدالفارق ريال مادري تأهل جد إيجابي بالنسبة للسماء المدرب أو الإدارة إدارة نادي تشلسي نشوف تشلسي الآن راه يحضر لمواسم القادمة نشوف أن تشلسي بانتداب لهذا لعبين لعبين صغار في السن لعبين اللي كانت عندهم هيبة باش نتبوهم كانت عندهم أشياء في الفرق اللي كانوا يلعبوا فيها أشياء إيجابية باش جابوهم نشوف بلي ميدو رح يكون فارق تشلسي المواسم المقبلة رح نشوفه بوجه آخر وبوجه جد قوي وهنا وش نشوفه ميدو في هذا اللي ماتش اللي طاحه الإنتر مع البنفيكا ريال مادريد مع تشلسي نشوفه هنا أكبر الدوريات عندنا الدوري الإيطالي عندنا الدوري الإسباني عندنا الدوري الإنجليزي الدوري الألماني حتى الدوري بورتغالي موضوع الدوريات لأنه سنستعرض كل الفرق المتاهي لفهذا الدوري الدوري الإيطالي عاد بقوة سنعود إلى ذلك الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي مقابل تقهقر الدوري الإسباني بدرجة كبيرة في المنافسات الأوروبية الثالث في الجانب المقابل حمزة فقط لو تعطينا صورة بنزيمة في الإحصائيات بنزيمة في الأدوار الإقصائية من أكساس بنزيمة الموسم الماضي مثلا في دور المجموعة ما كانش كريم في الأدوار خروج المغلوبة هذا الموسم أيضا لم يسجل ولا هدف تقريبا في دورين المجموعات بدأ مباشرة في ليفربول سجل عليهم هدفين في الدهاب وهدف في الإياب تلت أهدف كما يقولون نحن بالعامية دائما يشعل الكونتر من الويت يام تفينلا فما فوق شفنا نشوفوا الإحصائيات هنا شوف تولاتية ضد البياس جي تولاتية ضد تشلسي هدف أمام تلت أهدفين أمام سيتي وهدف في الإياب في النهاية ما سجلش هذا الموسم شوف تقريبا ما سجلش نسجل هدفين في خمسة اثنين وفي هدف في مباراة العودة اليوم تتكلم على بنزيمة أنا نظن بلي قيمة تابيتا بنزيمة نقصوش من الإمكانية ديالو نظن بلي من أحسن لعيبين في العالم اللي تحصل على البالندور العامل الماضي نظن بلي اليوم بنزيمة في هدف الموسم هدف دخول ديالو في الماضي نظن بلي ما كانش ببيل قوي نظن بلي مع مورو المباراة ما يخفى لكش بلي كانت متتبدي بلقاء ديالو يتبلي سامعك يعاودي ولي نظن هذا هو الشي نظن الإصابات هما اللي يخلوها ما يتأقلم ما يتألقش هدف العام نظن ما يخفى لكش بلي دجارة كأس العالم علاجة لإصابة كانت عنده إصابة نظن في هدل الأيام الأخيرة وما يخفى لكش ما يدول نظن بلي في البطولات الأوروبية هدوهما شهور اليوم شهر مارس وشهر أبريل اللي تلعب فيه كلش شهور الحاسم حاسم نظن هدوهما من المدربين الكيبار شوف قوارديولايت يتكلم على الشهور هدوهما شهر مارس هدوهما 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 لازم تثبت ريال مادريد نقول بلي ديجال عندهم الإنسي جام ريال مادريد فارق سيفون شهور يلعب بكل أرياحية نظن كسب خبرات شوف لولا تشوف رودريغو لايبين شوبان رودريغو فالفيردي شوف نظن هدوهما شهور يتأقلم كيما لازم الحال نظن هدوهما شيء اللي ليخلا بني ما تاني كيكونوا عندك دي جوار ضائرين بك تلعب أحسن لعبين تاني تكون تاني تكون في أحسن مستواك وكيما بنزي ما على بناب اللي عنده مستوى اللي اللي يراه ودوكا صفي وحد تلسين اللي غادر كريسيان رونالد وريال مادريد ومن يحمل الريال على عاته نظن بليه يقدم مقابلة كبيرة هو اللي يراه هو حاكم كما نقول المشعل في ريال مادريد نعم في ريال مادريد